اهلا بكم من جديد في الحصة المغاربية في المغرب تتوالى الضربات الاستباقية ضد الخلايا الارهابية حيث تمكنت قوات الامن المغربية من تذكيك خلية ارهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش في عملية امنية مشتركة مع الشرطة الاسبانية ووضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ان العناصر الامنية تمكنت من ضد شخصين بمدينة النظور بينما اوقفت السلطات الاسبانية تسعة اعضاء اخرين ينشطون في اطار الخلية الارهابية نفسها بمدينة مليليا وبحسب المعلومات الاولية فان اعضاء الخلية الارهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الاشخاص الراغبين بالالتحاق بالتنظيمات الارهابية اعملية امنية مشتركة مكنت من تفكيك خلية ارهابية تنشط في كل من مدينتي النظور ومليليا المحتلة كانت تخطط لتنفيذ اعمال تخريبية خطيرة فيما يتعلق بالخلية التي تم تفكيك ومؤخرا هذا دليل قاطع برهان ساطي على ان التعاون الامني الشامي المتكامل بين المغرب وبين الجارة اسبانية هو في اوجي عطائه لماذا؟ لان المغرب له نظر استباقية يتدخل يعني ليس فورا وقوع الاحداث بل يتدخل قبل حدوتها هي عمليات نوعية مكنت من تراجع الخطر الارهابي الذي يهدد البلاد واظهرت سيقدة العناصر الامنية وقدرتها على شن هجمات استباقية ضد الشبكات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة خاصة بعد نجاحها في تفكيك اكثر من الفي خلية ارهابية منذ سنة 2002 ثمانون منها على ارتباط وسيق بما يسمى بتنظيم داعش خلال العقدين الاخيرين المغرب راكم خبرة طويلة فيما يتعلق بتعقب الجامعات الجهادية وتفكيك الخلايا النائمة هذه الخبرة الطويلة والسابقة المغربية جعلته محطة مجموعة من البلدان خاصة الشركاء المعروفين تقييدين مثل فرنسا وإسبانيا وكان المغرب قد عرف وعلى امتداد ربع قرن عملية ارهابية خطيرة استهدفت مراكز سياحية وستراتيجية أسفرت عن مصرع وشرح المئات بدءا بتفجيرات فندق أطلس آسني بمراكش وفندق فرح بمدينة الدار البيضاء وتفجيرات المركزين الثقافيين الأمريكي والإسباني وحي الفرح ثم تفجيرات فندق أرغانا بمراكش المغرب يواصل تشفيفه لمنابع الإرهاب بالبلاد من خلال عمليات استباقية نوعية بتنسيق مع دول أوروبية أحبطت كثيرا من المخططات الإرهابية التخريبية كريم القرقوري قناة الغد الرباط ينضم إلينا من الرباط عبد الفتاح الفاتحي في المركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية أهلا بك معنا في الحصة المغربية هذا ليس التعاون الأول بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب لو تكلمنا أكثر عن هذا التعاون وأهمية استمراره خصوصا وأن هناك بعض القضايا العالقة بين البلدين هناك مدن يعتبرها المغرب واقعة تحت الاحتلال الإسباني ولكن رغم ذلك هناك هذا التعاون بين البلدين في عدة مجالات من ضمنها الإرهاب نعم دعني بداية أؤسس لعملية تعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري بين المملكة المغربية والاتحار الأوروبي في إطار الشراكة القديمة التي تم التوقيع عليه في الثمانينات وكذلك بعد التوقيع على اتفاقيات الوضع المتقدم للمملكة المغربية خاصة أن المملكة المغربية تتوفر على موقع استراتيجي يجعلها حاجزا آمنا لحماية الخاصرة الجنوبية لدول الاتحاد الأوروبي من مخاطر الهجرة السرية والتهريب الدوري والجريم العابر الحدود والاتجار بالبشر والتهريب المخدرات إذن على هذا الأساس تبين بأن المغرب يلعب دورا أساسيا في حماية أوروبا ولذلك استبقت العديد من الدول الأوروبية إلى البحث عن تعاونات أمنية وقضائية مع المملكة المغربية ومنها كذلك التعاون الأمني المغربي الفرنسي المغربي الألماني المغربي البلجيكي والمغرب الإسباني والذي يجسد قيمة مميزة واستراتيجية في التعاون بعد تحييد العديد من العمليات الإرهابية التي كان من الممكن أن تحدث في كل العواصم الأوروبية خاصة في باريس ومدريد وكذلك في بلجيكا وكذلك في ألمانيا إذن هذا التعاون يبقى مهم وإن وجدت بعض النقاط الخلافية بين المغرب وإسبانيا فيما يتعلق ببعض القضايا الحدودية إلى أن المسألة الأمنية المتعلقة بحماية غرب المتوسط تبقى قضية جوهرية ولذلك حتى أنه بوجود الأزمة الدكنوماسية عقب استقبال مدريد لإبراهيم غالي زعيم جباط البوليزاريو وتفجر الأزمة بقي التعاون الاستخباراتي والأمني بين المغرب وإسبانيا في أعلى مستوياته وطبعا هذا التفاهم من كلا الدولتين بأهمية تقوية وأهمية الاعتداد بهذا التعاون بأنه مهم من الناحية الأمنية كلا البلدين وفي هذه النقطة أريد أن أسألك كيف يسم المغرب بهذا الشكل ربما الدول الأخرى كانت لتقطع العلاقات تماما طبعا بكل تأكيد هناك من يقدر أهمية حماية المنطقات الساحل والصحراء وشمال إفريقيا لأن لها تداعيات خطيرة على أوروبا والمغرب يتفهم هذه العملية ولذلك هو وإن يقوم ببعض المواقف الصارمة حيالا يعني استهداف قضيته الوحدة الترابية فإنه يرأي كذلك شروط إبقاء العلاقات المتاحة والممكنة على أسس أن الطرف الآخر يقدر أهمية التعاون والذي ينجح مع دول أوروبية لكن دول مثل الجزائر هي لا تفكر بجدية كبيرة دعنا نبقي الحوار فقط بين إسبانيا والمغرب سيد دعنا نخرج عن سياق هذا النقاش سيد الفاتح من الواضح بأن الإرهاب لا يفرق بين من يوجدون في النظور أو في مليليا أو في أي مكان من العالم والإرهاب يتحد من أجل ضرب الناس بالتالي هنا أريد أن أسألك هذا السؤال هذه الخلية التي يقال بأنها هي ذاتها التي توجد في المدينتين وتم تفكيكها بتعاون إسباني مغربي مشترك ما خطورة أو مستوى خطورة هذه الخلية ومن قائدها أو أميرها هل تم القبض عليه ماذا عثر لديها نعم المؤكد هو أنه تم القبض على أميرها والذي دكر في محاضر خلية إرهابية تم تفكيكها في 2019 وهذا ما يعني بأن في بعض الحالات يتم تفكيك بعض الخلايا الإرهابية لكن تبقى بعض عناصر خارج عملية التحقيق الأمني إذن هذه الواقعات تكشف بأن الخلية النائمة يعني ربما يبقى أحد عناصرها خارج إطار التحقيق يعاود تنشيطها من جديد كما حدث مع هذه الخلية والتي أصبح أعضاؤها إلى أزيد من 12 فردا وهو ما يشكل خطورة وتحدي كبير كان بالإمكان أن يتم من خلال تنفيذ عملية إرهابية كانت تؤدي بالقضاء على العديد من النتائج الإيجابية وكذلك الاستراتيجية المحققة لا سواء في المغرب ولا سواء في إسبانيا وخاصة من ناحية الاستراتيجيات الاستباقية لمكتفحة العملية الإرهابية شكرا لك جزيلا من الرباط عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وأفريقيا لدراسات الاستراتيجية